موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله سنقدم معكم وصفة القريش لا تبلديين بالنافع والزنجلان بعاجين ناجح كيوجد في الحين بدون تلك وبدون مجهود ان شاء الله تنجح معكم الوصفة بقاوه معي حتى الاخير باش تعرفوا على ما راحل تحضير هاد الوصفة وعلى هاد العاجين السحري ناجح مئة في المئة ومضمون ان شاء الله يقول لي معتمد في وصفاتك بالنسبة للعاجين غادي نحتاجهم من 600 قرام دير الفورس هنحتاج معاك كاس ديال الحليب كاس لارو ديال السيت كاس لارو ديال سنيدة الماء دافي باش غادي نكملو يلخصنا لاش نجمعو العاجين غادي نحتاج هنا خميرة فورية غادي نحتاج للملح خميرة ديال حلوة او بيكل باودر هنا غادي نحتاج زنج لان محمر شوية ومنقي وغادي نحتاج لالابيض ديال البيض للعاجين غير باش ما نضيعو شوصافي غادي نحتاجو هنا غادي نحتاج اصفر ديال البيض مع قطارات ديال الحليب لدهن هاد القراشل غادي نحتاج لالتزيين هاد هاد شوفان او الخرطان خوبيبات نقدروا نعودو بزنج لان غادي ندو عندو زودابا للقراشل للقراشلات غادي ناخدوها بطقيق غادي نبدو نضيفو فيه هني المقادر غادي نضيفو الملحة غادي نضيفو هنا غادي نضيفو خميرة فلورية غادي نضيفو خميرة حلوة غادي نضيفو الزيت غادي نضيف ساندة غادي نضيفو السكر سوف نضيف الحليف سوف نضيف الحليف نضيف الحليف نضيف الحليف ماذا سوف نستضيف الحليف نضيف الكلب وضيف الحليف هكذا سوف نقوم بالنسبة للostat هذا هو وشكل العاجي من بعد ما جمعته قرراني انا غير جمعته مدلفتوش هذا هو وشكل عاجي يرتب ولم يتساق بكثير سوف نأخذ هذا العاجين سوف ندهنه بالزيت سوف ندهنه بقطارة يد السيت سوف ندهنه بقطارة يد السيت سوف ندهنه بالفلاستيك سوف نضغل هماية البلاستيك لكي نتفادى انه ما يدخلش العاجين سوف ندهن من هذا الشيء سوف نضغط من هذا الشيء سوف نضغطه هنا نضغط الماء سوف ندهنه بالفلاستيك سوف نضيف الماء في الثامن لا نضيف الماء في الثامن سوف نضيف الماء في الثامن من ثم نضيف الماء تبقى في الثامن هذا الشكل للعاجين كيف سنضيف الماء لا يحتاج الوقت بالماء سوف نحيل بلاستيك كيف ترون بلاستيك وشوفوا شكل العجين كيف ترون سوف نحيل من هذا الهواب سوف نحيل من هذا الهواب سوف نضيف زيت سوف نشكله سوف نقسم العجين سوف نقسم العجين سوف نقسم العجوش سوف نشكله دائما نضيف الزيت سوف نقسم العجين سوف نقسم العجين سوف نقسم المفرن سوف نقسم العجين ونرى الزبدة سوف نقسم الزبت ليس لأخذ الزبت نحضر صفر البيض و نضيف القطارات الحليب و نضيف قريشات و نضيف قطارات الحليب نضع الزنجلين أو البافو نضع الزنجلين أو الزنجلين أو نكتفع بهم بها الطريقة بلا من نضع شيئا أنا هنا اختارت رقائق شوفين كي أعطي من درزوين لهذه القريشلات و أنا أرى داجة كي يسخن الفران على درجة حرارة عالية سوف ندخل الفران يكون سخون يطيبه من تحت ونشعل عليهم الفران يتحمره من الفوق ونطلقه من بعد ما يطيبه وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما يطيبه نضع تحتك تحمرات جيدة وطابت من التحت وشعلت عليها الفران عندي أنا الفران دي لقيت شعلت عليها من الفوق حتى طابت مزيان وخذت هذا اللون زوين سوف ندوز كي نوريكم كيف هي جيت جيت زوينة ورطبة نتمنى ارى الاعجاب ديالكم وتجربوها لا تحتاج وقت بزاف كيف مما تشوفوا وصفة سهلة و بسيطة وبلديين وفيهم النافع وفيهم زنجلان نتمنى هالطريقة نعجب ديالكم سوف ندوز باش نوريكم شكل ديالهم من تاخل وكيجيوا بالمنظر ديال اللي شوفان زوينين هذا هو شكل ديالهم كيجيو زوينين ومهوين وعاجين ناجح مئة في المئة كيف ما كتشوفو كنتمنى هاد الوصفة ديال اليوم اتنان اعجاب ديالكم وتجربوها الى اعجباتكم الوصفة ما تنسوش تديرو جاي من الفيديو وتشتركو في القناة تضغطو على الزر ديال الجرس باش توصلو بكل جديد فقط اجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء وهذه هي نهاية ديال الوصفة شكرا لما تدعم ديالكم ومتابعة ديالكم للقناة وهذه هي النهاية وكنتمنى ان هذه الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وكنتمنى لكم الصحة وطول العمر ومع السلامة الى وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة